توعدت كل من إيران وحزب الله وكتائب القسام الاحتلال الإسرائيلي بالثأري برد قاس بعد استشادة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في مقر إقامة بطهران وسط توقعات بتصاعد التوترات في المنطقة لمناقشة التطورات نرحب الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة سياسات معين الطاهر أستاذ معين صباح الخير صباح إسرائيل توعدت باستهداف قادة حماس في داخل غزة وأيضا في خارج القطاع لماذا استهدفت إسماعيل هنية في طهران ولم تستهدفه في مقر إقامته في قطر الذي هو معروف نوعا ما نعم أولا قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات الجارية هي ومصر لذلك من الصعوبة بمكان أن يتم استهدافه في قطر في هذه المرحلة ولكن النقطة البارزة أن استهداف إسماعيل هنية في طهران هو في الحقيقة رسالة رسالة قوة رسالة عرض عضلات من قبل بن يمين نتنياهو موجهة أساسا إلى إيران ينبغي علينا أن نتذكر أنه قبل استشهاد إسماعيل هنية بساعات قليلة استشهد أيضا القائد العسكري الأول لحزب الله في بيروت نعم فؤاد شكر فؤاد شكر وجاءت استشهاد إسماعيل هنية بعد ذلك بساعات لا أعتقد أن هذا يأتي من قبيل المصادفة هي رسالة رسالة واضحة تماما يريد بها نتنياهو أن يظهر أن يد الكائن الصهيوني قادر على الوصول إلى أي مكان وكان متعمدا استهدافه في إيران وهو ما قد يشكل نقطة تحول كبيرة في هذه الحرب لعلني أقول أنه في البداية عندما حدثت الغارة على الضاحية الجنوبية كان ثم التحليلات تتوقع أن يكون رد حزب الله محدود وخرج وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب ليقول بأنه يأمل أن يكون الرد منضبط وحتى صدر التصريحات الإسرائيلية في ذات الاتجاه أنه سنشهد يومين أو ثلاثة من التصعيد ثم نعود مرة أخرى من جديد إلى قواعد الاشتباك السابقة ولكن استشهاد إسماعيل هنية في إيران قلب هذه المعادلة لم يعد ممكنا على إيران أن تصمت هي لم تسكت على قصف قنصليتها في دمشق قبل بضعة أشهر كما نتذكر وأن كان ردها أيضا جاء في إطار محدد وتم استيعابه وتم احتواؤه في ذلك الوقت الآن الضربة في داخل العاصمة الإيرانية في داخل طهران على ضيف يحل ضيفا على الحكومة الإيرانية وجاء لحضور مناصب تنصيب الرئيس الإيراني هذا ليس مسألة سهلة على الإطلاق ولا يمكن أن تمر بهذه السهولة نعم استهداف إسرائيل للقيادة في حزب الله فؤاد شكر يأتي من باب أنه رد على القسف في الجولان لكن ماذا عن إسماعيل هنية؟ يعني لم يحدث هناك أي شيء ترد عليه إسرائيل باستهداف إسماعيل هنية يخص حماس أو أي ربما عملية في الداخل المحتل هل هناك ربط بين استهداف شكر واستهداف إسماعيل هنية بزيارة سنتينياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاءه بالقيادة الأمريكية؟ نعم بالتأكيد نحن نلاحظ هذا المسار بدقة نيتينياهو قام بإلقاء خطاب متطرف في داخل الكونغرس الأمريكي كانت نتيجة هذا الخطاب أنه عندما عاد إلى تل أبيب نتائج الاستطلاع الإسرائيلية أكسبته ثلاثة مقاعد إضافية في الكنيسة إذا جرت الانتخابات اليوم إذن حالة التطرف التي ذهب بها نيتينياهو تفيده في أي نتائج استطلاع وتفيده في مواجهة خصومه في داخل الكيان الإسرائيلي المشكلة هنا أن عندما قامت إسرائيل باستهداف فؤاد شكر ومن ثم باستهداف من ثم باستهداف هنية عملياً هذه كانت رسالة واضحة أن إسرائيل تتجه نحو التصعيد نيتينياهو يريد أن يظهر أنه قوي بما فيه الكفاية ولذلك استهدف إسماعيل هنية في داخل إيران بعد استهداف شكر مباشرة هذه هي الرسالة الواضحة وبالأمس نتائج الاستطلاعات التي أجريت بالأمس أظهرت تفوق كبير لنتينياهو عن معارضيه ويريد أن يقول أن سياسته بالحرب الممتدة والحرب التي ستستمر كما يتوعد هي سياسة تقود إلى تحقيق مكاسب لإسرائيل هو يبحث أيضا عن صورة نصر ما وربما قد يكون في هذا المجال صورة النصر التي يبحث عنها نتينياهو قد تجعله ينزل عن صفق التبادل الأسرع بقي لنتينياهو نقطة واحدة الآن في داخل إسرائيل لكي يخرس معارضيه تماما وهي أن يسكت حراك ذوي الأسرع الإسرائيليين بأن يقوم بصفقة وهو الآن هذه فرصته المناسبة لكي يقوم بهذه الصفقة تحت يعني يافطة صورة النصر التي حاول أن يخلقها في هذا المجال ولكن في ذات الوقت هو جر المنطقة بأسرها إلى مخاطر كبرى هذا ما كنت أسرع عنها نتينياهو بما فعل يود أن يظهر بصورة أقوى أمام من أمام الشارع الإسرائيلي أم أمام إيران وأمام محور المقاومة كما يسمى هذا شق من السؤال الشق الآخر على ماذا يراهن نتينياهو بأن لا تندلع حرب شاملة وبالتالي قطعا سيخسر من مظهره القوي أمام الشارع الإسرائيلي نعم هو أولا يريد أن يحافظ على اتلافه الحكومي لذلك بصورة النصر هذه التي حققها يستطيع أن يقنع بن غفير وسموترش بأن يوافق على إجراء الصفقة وبالتالي يحافظ على اتلافه الحكومي ويضمن بقائه بالحكم إلى حين مجيء الانتخابات الإسرائيلية كذلك بما قام به وبنتائج الاستطلاعات الإسرائيلية من الواضح أنه حتى إذا جرت الانتخابات وحتى إذا تفكك اتلافه الخطوء الحكومي فهو يتقدم على منافسيه في هذه اللحظة النقطة الثالثة أنه بحاجة لأن يسكت هذه المعارضة بالشارع المجتمع الإسرائيلي مجتمع متوحد على مسألة الحرب لا يوجد انقسام في داخل المجتمع الإسرائيلي على موضوعة الحرب الجانب الآخر فيما يتعلق بهذا الموضوع هو الحرب على الجبهة الشمالية نتنياهو يريد والجيش الإسرائيلي أساسا يريد وهما متفقان على هذه النقطة منذ الأسبوع الأول لهذه الحرب هما متفقان على أنه لا بد في لحظة ما في توقيت ما من أن يقوم بحرب باتجاه لبنان لذلك هو يسعى بهذا التأجيج ربما ويسعى أيضا إلى طورية الولايات المتحدة ربما في مواجهة مع إيران ولكنني أعتقد أن إيران لن تنجر إلى هذه المواجهة ولكنني أظن أنه الآن بعد عشرة أشهر من الحرب على غزة بدأت الآن عذرا عن المقاطعة في طهران مراسم الجنازة الرسمية التي تقيمها إيران للشهيد إسماعيل هنية والتي أعلنت عنها يوم أمس طبعا بعد هذه المراسم سيتم نقل جثمان الشهيد إلى قطر حيث سيكون مثواه الأخير وحيث سيدفن طبعا قتل بصاروخ إسرائيلي قالت إيران أن هذا الصاروخ أتى من خارج الحدود ولم يطلق من داخلها إذن نتابع هذا الجانب من مراسم تشييع الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والذي استشد في طهران أعود إليك ونستكمل الحوار أستاذ معين برأيك بعد انتهاء مراسم التشييع وبعد الدفن هل نتوقع الرد وما هو شكل هذا الرد من قبل إيران وأيضا بما يخص اغتيال فؤاد شكر شكل الرد من قبل حزب الله نعم أنا أعتقد أن حزب الله الآن مضطر لأن يقوم برد أقسى من الرد السابق يعني من الرد فقط على اغتيال فؤاد شكر لأن هناك في إيران حدثت إهانة حدثت إهانة لكرامة إيران باستشهاد ضيفها على أرضها هذه نقطة لا تمر في العلاقات الدولية وتتعلق بسيادة الدول وتتعلق بمكانة إيران الإقليمية لذلك إيران أمام خيارين قد تلجأ لكلاهما الخيار الأول هي أن ترد قسوة من خلال حزب الله ربما من خلال الحوثيين ربما من خلال الحجد الشعبي أيضا بالعراق أو قواعدها في سوريا لذلك سيكون هناك رد بالتأكيد ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الرد سريع تعودنا على أن هذا الرد قد يستغرق وقت وفي هذا أيضا ربما يكون هناك بعض الحكمة لأن إسرائيل الآن مستنفرة بالأمس أغلقت المجال الجوي من الخضيرة حتى حيفا شركات الطيران كبرى علقت رحلاتها إلى مطار بنغوريون هناك استنفار في الجبهة الداخلية هذه حالة الانتظار تكلف إسرائيل ماديا ومعنويا بشكل كبير وواضح وأنا أظن أن خطاب السيد حسد نصر لليوم سيضاعف من هذا الكلام وبع ذلك بالتأكيد سيأتي رد من حزب الله وسيأتي رد ربما أيضا من إيران لكن هذا الرد سيتبعه أيضا رد إسرائيلي يعني رد على الرد مرة أخرى من جديد وأنا أظن أن القيادة الإسرائيلية تخطط لمسألتين المسألة الأولى كما كنت أتحدث قبل قليل هي محاولة طورية الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة مع إيران وأنا أظن أن إيران ستحاول قصارى جهدها لأن تتجنب مثل هذه المواجهة وأن تبقى تحارب من خلال أذرعها الموجودة في المنطقة من خلال حزب الله والحوثي لكن كان هناك أسلحات يوم أمس أن إيران هي من سيقود الهجوم من كل محور المقاومة أعلنتها ستقوم بالرد وليس الهجوم بمعنى أنها لن تدخل في مواجهة شاملة ستقوم بقصف ستقوم بكذا قد يكون القصف منسق ولكن النقطة الرئيسة التي أود الإشارة إليها هو أن القيادة الإسرائيلية تسعى إلى طورية الولايات المتحدة تسعى أيضا إلى الدخول في مواجهة شاملة مع حزب الله في لبنان لأنها لا تستطيع أن تتحمل أن تدخل في مثل هذه المواجهة بعد عام أو عامين ويكون هناك الحزب قد عزز من قدراته أكثر من الآن هي بحاجة لأن تحسم هذه المسألة الآن وهذا عليه اتفاق ما بين رئيس الأركان وما بين وزير الدفاع وما بين نيتنياهو بل الجيش كان يضغط منذ الأسبوع الأول للحرب لكي يقوم بهذه يعني لكي يحارب على جبهتين في آن واحد الآن جبهة غزة الجيش يعتقد أنه قد استكمل جزء كبير من واجباته فيها ويستطيع تقليص قواته في غزة ويستطيع أن يدفعها باتجاه الجنوب اللبناني لذلك أنا أتوقع أن موجة التصعيد هذه وإن كانت ستتم بالتدريج وعلى مراحل ولكنها ستنتهي بمواجهة شاملة من لبنان هذا يذكرنا بما قام به إيريك شارون في عام 1982 عندما غرر بالحكومة الإسرائيلية ذاتها وغرر بالولايات المتحدة وقال أن هدف الاجتياح هي عبارة عن يعني 40 كيلو متر ومن ثم وصل إلى بيروت واحتل الجبل والشوف والبقاع ومناطق أخرى من لبنان هذا ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية تدريجيا لذلك نحن أمام نقطة تحول كبرى في هذه الحرب طيب برأيك الحرب الشاملة مع لبنان الذي أشرت إليه هذا الموضوع هل تستطيع إسرائيل عسكريا أن تقوم بهذه الحرب وأيضا دبلوماسيا وسياسيا هل تستطيع فعليا إسرائيل أن تدخل وتحاول أن تقضي على حزب الله كما قالت أنها ستقضي على المقاومة الفلسطينية في غزة هل تحاول أن تقضي على حزب الله ستحاول ولكن هل تستطيع أن تنجل ذلك يعني هذا أمر مشكوك به هذه حرب مكلفة وستكلف إسرائيل خسائر أكثر بكثير من حربها على غزة هذا بالتأكيد حزب الله لديه إمكانية حسب تقديرات الإسرائيليين أن يطلق أربع تلاف صاروخ مسيرة يوميا سيتمكن نحو ألفين منها من تجاوز منظومة القبة الحديدية هو وصواريخه تختلف حتى عن صواريخ المقاومة يعني هي مجهزة بتقنيات عالية برؤوس تدميرية عالية هي يعني صواريخ حديثة بشكل عام وليست صواريخ محلية الصنع في أغلبها لذلك الحرب ستكون مكلفة بالتأكيد وهي قادرة على تناول كل مدينة كل مستوطنة في داخل الكيان الصهيوني هل ينجح بذلك؟ بالتأكيد هذه الحرب ستكون طويلة وستكون أطول ربما حتى من حرب غزة هل يستطيع أن يحارب على جبهتين؟ نعم يستطيع وهو يستطيع ذلك منذ البداية في الحقيقة وما قاله بعض المحللون أنه لن يستطيع أن يحارب على أكثر من جبهة هذا لا أعتقد أنه ماذا عن التقرير التي تتحدث عن أن جيشه منهك وبعضهم يفرون من الخدمة وهناك من يعانون من مشاكل نفسية دعنا نقول شيء بوضوح وبدون مبالغات أنا لا أميل إلى المبالغات أنا أميل إلى رؤية موازين القوى كما هي في الواقع نعم سلاح البر الإسرائيلي سلاح أنهك بفضل سنوات من الهبات في الضفة الغربية وفي غزة بفضل تراجع برامج التدريب له بفضل تحويله إلى شرطة وإلى حواجز عسكرية في مدن الضفة الغربية بسبب حمايته بالمستوطنات سلاح المدرعات لقي خسائر كبيرة في خلال حربه الطويلة عشرة أشهر في غزة لدرجة أنه اضطر إلى أن يحضر نماذج من دبابة مركبات 2 و 3 و 4 نماذج أقدم من ذلك لكن أسلحة الجو أسلحة الصواريخ أسلحة المدفعية التقنيات كذا هذه كلها في الحقيقة لم تتأثر وهو قادر على تعويض الخسائر في الأفراد هو قادر على زج قوات إضافية حتى من غزة حتى ربما من الضفة الغربية باتجاه الحدود الشمالية من ناحية عسكرية بحته هو قادر على الدخول في مواجهة أما نتائج هذه المواجهة فستحددها المواجهة ذاتها وأنا أعتقد أنها ستكون مواجهة صعبة وقاسية نعم صحيفة فينانشل تايمز اليوم نشرت نقلا عن مسؤول غربي أن هناك ضغوطات ومحادثات تجري مع طهران من قبل دبلوماسيين أوروبيين وأمريكيين لاحتواء الموقف لعدم رد طهران أو لردها بشكل رمزي إن تم الاتفاق بشكل أو بآخر كما شعرنا في ردها على ضرب سفارتها في سوريا برأيك هل سيؤثر هذا أيضا على رد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر؟ لا أنا أعتقد أولا بداية أنا أظن أن إيران حريصة على عدم الدخول في مواجهة شاملة مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة بالتأكيد هي حريصة على ذلك ولكنها في ذات الوقت حريصة على سمعتها حريصة على كرامتها حريصة على الرد هذا الرد قد يأتي لابد أن يأتي رد مباشر منها ربما يكون بالصيغة التي طرحتها رد محدود رد يعني له مواصفات محددة بحيث لا تصل للمواجهة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي إسرائيل تسعى لعك ذلك تسعى إلى جرء الولايات المتحدة إلى هذا الرد لكن بالمقابل أنا أظن أنه إذا قامت إيران بذلك فهي ستوكل حزب الله بأن يقوم بالرد نيابة عنها بشكل قاسي وهذا ما قد يجعل كرة الثلج تتدحرج ويعطي مبررات إضافية لإسرائيل للقيام بعملية شاملة في لبنان دعم إذن هناك جهود دبلوماسية وجهود سياسية هل تعتقد أن الرد لن يقتصر على العمل العسكري هل سيكون هناك ربما مكاسب تأخذها إيران بتفاهمات معينة دبلوماسية أو شيء متعلق بالعقوبات إذا نجحت إيران في احتواء الرد الإسرائيلي في ضبط الأمور قد تساوم على هذه النقطة بالتأكيد المشكلة الحقيقة هنا أن الولايات المتحدة لم يعد لها ذلك الدور المؤثر الواسع في السياسات الإسرائيلية هذا رحضنا أنها لم تتمكن حتى من إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة قالت لا يوجد هجوم على رفح وتم الهجوم على رفح قالت سندخل ستمائة شاحنة مساعدات ولما يدخل خمسين شاحنة قالت سننشئ رصيف عائم وفشل الرصيف العائم تحدثت أكثر من مرة عن مشاريع لوقف إطلاق النار ولصفق التبادل ولم تنزل ذلك المشكلة أن السياسة الإسرائيلية تدرك الضعف الأمريكي ولذلك تضغط على الولايات المتحدة وتسعى إلى طوريتها بكل الوسائل نعم نتابع ما ستحمل وقادم الأيام من الرد الإيراني وأيضا رد حزب الله الذي سيعلن عنه ربما اليوم الأمين عام حسن نصر الله خلال مسيرة تشييع القيادة في الحزب فؤاد شكر بدي أشكر وجودك معنا الباحث في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات معين الطاهر شكرا جزيلا لك شكرا لك